سبع سنوات عجاف أمضاها هؤلاء النازحون في مخيمات بزيب الجنوبي عامرية الفلوجة هذه المخيمات الموحشة شبيهة بمعسكرات الأسر إنهم نازحون جرف الصخر والعويسات الذين قضوا عوام بعيدة عن مناطقهم الأصلية التي نزحوا عنها من جراء الحرب ضد تنظيم داعش أحنا منها لجرف الصخر جرف الصخر والعويسات صارنا سبع سنوات هنا هاي الثامنة بهاي بنص هذا الحار والضيم هاي العالم عوائل وأيتام وأرامل ومحتاجين كل شيء هسه نحتاج الرجعة إذا مو رجعة يشوفونا شارة على شالة رجعة بنيان يعوضوننا يعني ما يصير هاي صار ثمانة سنين هنا نعاني بهذا الحار والضيم هاي صحراء شوفها حار مو طبيعي حار والضيم يعني الناس منتهية تعبانة حيل إذا كاميرتك تصددها شوف هي تسولف الكاميرا السولف نحن نازحين جرف الصخر نزاحنا واحد أربعة 2014 من المخيمات مال بزيبز ومعاناتنا معانا يعني ما التوصف شو التوصف من المخيم ما عدنا صحيح يعني وظروفنا التعبة وعدنا مرضة ويعني الوضع ما يتحمل يعني ما يتحمل إذا من اللي شفنا ونرجو من الحكومة الحكومة الخيرة الحكومة اللي تعتني بشعبها أن تشوف حالنا ترجعنا تشوفنا حال ثاني معظم هؤلاء النازحين يعيشون أوضاعا مزرية دون التفات من الجهات المعنية مطالبين الحكومتين المحلية والمركزية بإنصافهم أو العودة إلى ديارهم معاناتنا يعني ما تسولف عليها شوفنا الضيم قاعدين بخيمة هسه خلي الحكومة يجوا واحد يقعد في الخيمة يشوف الضيم مال لا كهرباء عندنا لا مي ثلاثة يام أربعة يام لم ينقطع عندنا يعني ما يجينا مي شنو ذنب نحن حتى العقارب قرصتنا رادة فطس جهان مما خيم زبز يصار لنا سبع سنوات هذا رمضان السابع وانتمنى ان شاء الله هاي آخر عيد يشوفوا يشوفون الحكومة يشوفوننا ويشوفون ما معاناتنا ويشوفون حال ينطونا يعني تعويض مكان قيعان يريد يرجعون يريد شو يشوفون يشوفوننا مستاعدة يشوفون هاي اليتام يشوفون هاي رجلها بالسجن هاي النسوان هاي الماعدنا لا معين بلا في هذه الخيام المتهالكة يعيش النازحون أوضاعا مأساوية صعبة وسط مطالبات بإعادتهم إلى مناطقهم المحررة في جرف الصخر من مخيمات بزيابز أحمد الحمداني خناة التغيير ترجمة نانسي قنقر